وبرده كلمة حق لازم تتقال وهنا بقى حنا هنتكلم مع حضراتكم على صعيد المنتخبات يعني لازم نلقي الضوء على الفوز المستحق هو الآخر لمنتخب المغرب اللي حصد جايزة أفضل منتخب طبعاً لما حققه من إنجاز كبير الحقيقة بالوصول لنصف نهائي المونديال اللي قدم من خلاله مستوى وأداء عالمي بالمعنى الحرف لكلمة طبعاً تحت قيادة مدرب كبير هو وليد الريكراكي المدير الفني لمنتخب المغرب واللي حصد هو كمان جائزة أفضل مدرب في القرى السمراء ده طبعاً بعد يعني نقدر نقول إن التفصيلة دي بحد ذاتها ساعدت كتير في إن ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي يحصل على جائزة أفضل حارس مرمى في القرى يعني تقريباً نقدر نقول إن النادي الأهلي سيطر على جوائز الأندية والمغرب سيطر على جوائز المنتخبات المنافسة طبعاً كانت قوية جداً على جائزة أفضل حارس مرمى اللي طبعاً ضمت بونو ومحمد الشناوي وونانا كمان كان معاهم لكن زي ما قلنا يعني إنجاز الكبير الحقيقة اللي حققوا المنتخب المغربي كان غير مسبوك ده اللي حسب الجائزة إلى حد كبير لياسين بونو وطبعاً الحقيقة الحضور مبارح كلهم كانوا فرحانين جداً 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 بالمغرب كان في احتفالية بالمغرب وده كان واضح جداً من حجم التسئيف وحرص الحضور كلهم على الوقوف تقديراً واحتراماً وتحية منهم لمنتخب المغرب وكمان لي وليد الريكراكي طبعاً نتمنى نلاقي كل المنتخبات العربية بهذه القوة وهذه النوعية الراقية من الأداء مبارح يعني الحقيقة الريكراكي قال إنه بيتمنى هو كمان إن أفريقيا كلها تبقى بتنافس بعد كده بل وتحصد كأس العالم يعني في دولة إفريقية ما تحصد كأس العالم طبعاً يعني كلنا عارفين إن حتى هذه اللحظة ولا منتخب إفريقي حصل على لقب المونديال فنتمنى بقى مع التطور يعني الكروي اللي بتشهده القارة بشكل كبير في الفترة الأخيرة يوصل حد مننا ونهاية سلام لو كنا احنا لكأس العالم ونهايئات كأس العالم يبقى شيء فظيع آه الله